هل يوجد شيء اسم أخوة في الله بين امرأة ورجل ليس محرمان ولا لا يجوز لا توجد أخوة في الله بهذا المعنى الذي يتكلم عنه ممكن تكون هناك انطواء تحت المشيخة بشروطها الشرعية واما هذه ما سميت بالأخوة في الله جاءت بها محاذير خطيرة حتى أدت هذه إلى الخروج عن الأداب الشرعية تحت هذا المفهوم سواء كان الأخوة في الله بين الشباب أو كانت الأخوة في الله بين البنات وبين بعض الشباب كل هذا مخالف للشارع ولا يسمى أخوة ولكن هذا والعياذ بالله انحدار وانحراف يجب الانتباه منه وعلى الأم وعلى الأب إذا علم شيء من ذلك أن ينبه للزمان أنا ما أقول قد يكون بعضهم صالحين ما ننفي لكن الزمان يقتضي أن نتنبه اليوم ما في عندنا شباب يتلقى ويترقى على الوضع الصحيح فلذلك الإنسان سريع العاطفة سريع التأثر يتحول تتحول هذه الأخوة إلى عاطفة ثم تتحول بعد ذلك إلى أمور أخرى لا تخفى على أحد تجري بسبب هذا التواصل اللي يسمونه المحبة أو العلاقة أو الأخوة هذه الأخوة مرتبة المتحبون بجلالية على منابر من نور يوم القيامة لكن اللي هم شروط واللي هم ترتيب شرعي فيحتاج إلى انتباه فإن كثير حتى من بعض الشخصيات التي لها تأثير على حياة المرأة إما بعلم أو بدعواها وبغير ذلك لا ينبغي أن تكون هذه المسألة ظاهرة بهذا المعنى أن هناك أخوة في الله تتم بها المقابلة تتم بها المجالسة تتم بها المخالفة للشرع ينبغي تقييد الأمور بالجانب الشرع في كل الشؤون تتم بها المعنى